مرض السكر مرض السكر يقص على جزء مهم جدا اللي هو شرين الجسم سواء الشرين الصغيرة بتاعت العين والكلة والأطراف أو الشرين الكبيرة بتاعت القلب والدورة الدموية المخية مشكلة ملد السكر عندنا ان احنا دايما ما بنهتمش به للبعض فترة طويلة جدا يكون أعمل مضاعفات كثيرة جدا في معلومة مهمة جدا ان احنا لازم مصير كلهم فيش حاجة اسمها سكر طارق أو سكر عصبي أو سكر بيروح في معلومة مهمة جدا ان لما بنكتشف السكر خاصة مع النوع التاني بقى فيه فقد 50% من خليط البنكرياز الحاجة المهمة جدا ان المضاعفات بتبدأ بدري قبل حتى بنشخص السكر وخاصة على الأوعية الدموية فدايما بنقول احنا لما بنشخص ميد السكر لازم نعمل فحص القاع العين فحص الشرين الاهتمام بالكلة لان مريض السكر للأسف الشديد المضاعفات كلها بتيجي من تأثيره على الدورة الدموية أو مع الأوعية الدموية لشان الاسف الشديد مريض السكر دايما الإصابات أو الوفاة بتيجي نتيجة الأمراض اللي بتصيب القلب أو بتصيب الدورة الدموية المخية أو بتصيب الكلة أو بتصيب الأطراب نعملنا حنركز معاكم على جزئية مهمة جدا ليه مريض السكر بنهتم بالقلب عندنا نعم مريض السكر دايما بيقص على جزئية مهمة جدا اللي هي الشرايين بيعمل خلل فيه الكوليسترول ومشتقات الدهون فده بيعمل حاجة مهمة جدا على الملمس أو المنعم بتاع الشريان بيتأثر بعد كده وبيعمل حاجة اسمها تصلب الشريان اللي بتبدأ بادري مع ميد السكر تصلب الشريان ده بيعقبوا حدوث يا إما جلطات يا إما الإنسدادات الحاجة المهمة اللي اكتشفت حديثا وجدوا أنه مرض السكر بيأثر على عضة القلب وبيؤدي إلى فشل في عضة القلب وجدوا أنه ميد السكر بخاصة من نوع الثاني بعد خمس سنين من ظهور السكر بتبدأ المضاعفات على عاية القلب ويؤدي إلى حدوث ما يسمى بفشل في عضة القلب وديت الإيراء الجديدة أو الحاجة الجديدة اللي أصبح العالم كله مهتم بيا عشان كده احنا عندنا خريطة بنمشي بيها دايما بالنسبة لعلاج ميد السكر الخريطة جديدة من سنة 2020 و2019 قال لك ميد السكر اللي عنده خلل فيه الأوعية الدموية بالنسبة لعضة القلب أو بالنسبة لكلة أو الحاجات ده كلها فيه أدوية معينة لازم تستخدم حتى لو ميد السكر ده اكتشف حديثا الأوعية أو الأوعية ديت لازم يكون لها كفاءة لازم يكون لها تميز بالنسبة لعضة القلب أو بالنسبة للأوعية الدموية يلازم تكون بتدي حماية للقلب وبتحماية للقلب وأوعية الدموية لأن كان الـ FDA أو منظمة الأغذية الأمريكية اشترطت أن أي دواء سكر لازم يكون له يعني فايدة بالنسبة أو على الأقل ما يكونش فيه ضرر بالنسبة للأوعية الدموية فمحبزة لو الأدوية ديت بتدي حماية للقلب الأدوية ديت اللي اكتشف منها حديثا اللي بتشتغل على الكلة اللي بتقفل حاجات معينة في الكلة وبتؤدي إلى الإفراز السكر عن طريق البول واجد النازيل الأوعية أو الأغذية الأدوية لها يعني زي ما نقول صبق بالنسبة أن تحمي القلب إنها بتقلل السكر أولا بتقلل الضغط بتقلل الوزن فدي كمان وجد إن هي بتحمي عاية القلب بتقلل نسبة التلايف اللي بتحصل عاية القلب بتحسن الأكسوجين أو بتحسن الفيتامين اللي وصل عاية القلب فبتقلل نسبة التلايف فبتؤدي إلى الحفاظ على عادة القلب فترة طويلة